ايه هي الغودة الدرقية بشكل عام؟ ألم بحضرتك مبدئيا الغودة الدرقية غودة مهمة جدا جدا في الجسم هي جزء من الجهاز الهرموني الجهاز الغدي عبارة عن غودة بتفرز الغودة دي او الغودة العمتا ده نسيج عضوي بيفرز مواد كيميائية بتسمى الهرمونات الغودة الدرقية غودة صماء يعني بتفرز هرموناتها في الدم مباشرة تبقى موجودة في الرقبة من قدام شكل الفراشة بتفرز هرمون السيروكسن غودة الدرقية مسؤولة عن او بيسموها باللغة الدرجة ان هي غودة النشاط هي مسؤولة عن النشاط المستمر للانسان طبعا فيه هرمونات تانية وفيه غودة تانية مسؤولة عن النشاط بس بيبقى النشاط وقتي او لحظي طبعا لحالة الانسان لو في خوف او فيه هلع او فيه زعر او فيه عنف او فيه مجود ففيه هرمونات تانية بتخرج بتساعد الغودة الدرقية لكن الغودة الدرقية بتفرز الهرمونات المسؤولة عن النشاط المستمر للانسان الهرمونات بتاعتها بتجد مستقبلات حسية في كل الاجهزة الاخرى فهي بتأثر على الجهاز الدوري القلب بتأثر على الجهاز العصبي بتأثر على الجهاز الهضمي بتأثر على الجهاز التناسولي بتأثر على الجلد بتأثر على حاجات كتير جدا فهي بتأثر على الجسم كله فعشان كده احنا بنعتبرها غدة النشاط المسهولة عن الايد او الاحتراق او ميتابوليزم بتاع الجسم كله فلما بيحصل فيها اي مشاكل بيبتدي الجسم كله يستجيب انه بيحصل فيه اختلال هل دكتور فيه فئة معينة يعني هل مثلا السيدات اكثر عرضة للاصابة بالغدة عن الرجال ولا ما فيهاش نوع مثلا ما او ناس اكثر عرضة يعني للاصابة بالضبط السيدات اكثر عرضة لاصابة بامراض الغدة الدرقية بكتير من الرجال الفئة العمرية المتوسطة هي اكثر فئة عمرية بنلاحظ فيها مشاكل الغدة الدرقية اللي بتطرح من 20 ل40 سنة دي فئة بيبقى فيها دي اكتر فئة طبعا بنشوفها في حاجات الاقل والاكبر برضو ولكن دي اكتر فئة عمرية بنقدر نشوف فيها في السيدات طبعا اكتر من الرجال اللي اختلافها عوامل هرمونية لاختلاف الحمل لاختلاف التغزية عوامل التغزية فيها حاجات كتيرا بتفرق فده بيخليها اكتر موجودة في الستات عن الرجال اشتركوا في القناة